وضع غير مستقر وحالة فلتان أمني وفوضوي تشهدها العاصمة المؤقتة عدن منذ العاشر من أغسطس الجاري يقتل الحوثيون أبو اليمامة ويعترفون بصريح العبارة وبدلا من أن تتجه قوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات إلى جبهات قعطبة ومريس وكرش توجهت إلى معاشيق وفي الطريق مارست مختلف الانتهاكات بحق البسطاء من العاملين والنازحين انقلاب عسكري أو تمرد مسلح هو في الحالتين يتمدد بدعم التحالف وسلاحه وتحت إشرافه وضع مؤسف خلط الأوراق وقمع فرحة اليمنيين بالأضحى ومر العيد كأحد أيام الوجع حالة من الغضب تسريف الشريع اليمني نتيجة تخاذل الشرعية الضعيفة والمختططة ومعها اتجهت الأنظار إلى مؤسسات الدولة بمختلف مستوياتها أملا في قرار أو خطوة يمكن أن تهدئ من روع الشعب الموجوع أنا عايش في عدم غياب مؤسسات الدولة غياب وجود الدولة عدم حضورها بالشكل الصحيح يعني خمس سنوات ونحن ننتظر يعني الزقاقة إذا لم يملأها الماء يملأها الهواء وبعد عشرة أيام تقريبا من الانقلاب عقد الرئيس هادي اجتماعا ولم يصدر عنه شيء وفي اليوم التالي عقد مجلس الوزراء اجتماعا في مقر السفارة اليمنية وكذلك لم يرشح عنه ما يرقى لمستوى الحدث وبعد تردد أصدرت هيئة رئاسة البرلمان بيانا تضمن ما يمكن اعتباره نقاطا مشجعة لعل أهمها تحذر التحالف من مغبة انحرافه عن أهدافه ويطالب الرئيس هادي باستخدام صلاحيته الدستورية ومراجعة العلاقة مع التحالف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر